اشتركوا في القناة وياء ساكنة مكسور ما قبلها مثل كلمة نو حيها تبهوا نو وهو ساكنة قبلها مضموم حي يا ساكنة قبلها مكسور ها ألف ساكنة قبلها مفتوح إذن ألف ساكنة قبلها مفتوح وهو ساكنة قبلها مضموم وياء ساكنة قبلها مكسور المد الطبيعي هو إن يأتي حرف المد وأن لا يأتي بعده لا همزة ولا سكون ويمد بمقدار حركتين مثال يونا دون يعني هناك مد الطبيعي في حرفين عند الألف وعند الواو ينادونك ينادونك انتبهوا ألف ساكنة قبلها مفتوح دو واو ساكنة قبلها مضموم ينادونك وهذا يمد حركتين انتبهوا ينادونك أما المد الواجب متصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة ويمد بمقدار خمس حركات وجوبا سمي واجبا لأنه واجب أن نمده خمس حركات وسمي متصلا لأنه يأتي في كلمة واحدة مثال جاء السماء إذا أتي حرف المد وبعده الهمزة في كلمة واحدة أولئك جئ سوء إذا هذا حرف المد ساكنا وبعده همزة في كلمة واحدة أما المد الجائز المنفصل وهو يأتي حرف المد في كلمة في نهاية كلمة وتبدأ الهمزة في كلمة ثانية مثل كلمة يا انتهت في ألف ساكنة يا والكلمة التي تأتي بعدها بدأت بهمزة أيها يا أيها ثم منفصلا لأنه يأتي في كلمتين وسمي جائزا لأنه يجوز أن نمده حركتين أو أربعة أو خمس حركات مثال فتبينوا أن تبهوا الواو ساكنة وبعدها همزة في الكلمة الثانية فتبينوا أن إذا نعود نقول المد الطبيعي أن يأتي حرف المد وبعده لا يأتي لا همزة ولا سكون ويمد حركتين أما المد الواجب متصنية حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة والجائز المنفصل أن تنتهي كلمة بحرف مد وتبدأ كلمة جديدة بهمزة مثال يا أيها فتبينوا أن ويمد هذا المد مقدار اثنين أو أربعة أو خمس حركات هكذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم لا ته 제� Corps نعم نعم نعم